يتجهز هنا أهالي تراغن للتعاون على إرسال المساعدات إلى غات المنكوبة منذ أيام في مشهد آخر من مشاهد التكافل الليبي الذي لم يتوقف منذ أن دقت الكارثة أبواب المدينة تنطلب قافلة الخير الآتية من مدينة تراغن الآن وصلنا مدينة باريوح ننطلق إلى مدينة غات كما تحدثنا سابقا أن هذه القافلة استرك فيها أهالي تراغن ومؤسسات المجتمع المدني بتراغن وكل الناس الخيرين ببلدية تراغن كل الجهات في بلدية تراغن ساعدت في هذه القافلة المتوجهة إلى غات حيث تشمل معدات طبية إلى جانب المواد الغذائية وعدد من المساعدات العينية التي تحتاجها المدينة في ظل تجهيز للانطلاقة الحملة الخيرة الثالثة لمدينة غات طبعا هناك كشاف مساهمين مع باقي الجهات داخل بلدية تراغن من ضمن بلدية تراغن مؤسسات المجتمع المدني الهلوة الأحمر الكشافة جميع مكونة المجتمع الفزعة قد تكون العنوان الأبرز خلال الأيام الماضية في أزمة غات على الرغم من الصراعات السياسية إلا أن هناك ليبيين من جميع الأطراف أصروا على الالتفات لشيء واحد وهو معاناة المتضررين من السيول